دايماً الأهلي سابق بخطوة أعتقد أن ده ما يحدث هو أبلغ تعليق على هذه الجملة طبعاً يعني إحنا مش عايزين نقول برضو للناس هو ليه الأهلي سابق بخطوة يعني إحنا مش بنقول كلام لأننا لنتماء للنادي الأهلي فبنقول للأهلي سابق بخطوة لا إحنا بنقول كده لأن الأهلي سابق بخطوة لو أنت مشيت مبارح أو سمعت الكلام بكابت الخطيب مبارح كلم في كذا نقطة قالك الفكرة كانت سنة 92 والأرض خدناها 2004 والتنفيذ هيحصل 24 قالك هو قالك الحلم كمان بدأ معا من 75 من آخر مطش لعب على مختلف تيتش بالضبط فأنا بأكلم بقى على أن هوم بدأت الفكرة 92 إحنا ابتدينا إحنا بننفذ بننفذ 24 أنت واخد بالك من الفترة دي كلها استلمنا الأرض في 2004 وكمان الحاجات اللي مش موجودة غير في النادي الأهلي أن الرئيس النادي بيتكلم على رؤساء الاندية للسابقين كان ممكن يطلع يا رؤساء النادي يقولك لا أنا اللي عملت وانا صاحب الإنجاز وانا 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 لا أتكلم من البداية الحقيقة بالضبط كده وتوالي رؤساء النادي للوصول إلى هذه الأرض سواء كابتن حسن كابتن صالح الله يرحمه ثم كابتن حسن حمدي ثم أستاذ مهندس محمود طاهر ثم كابتن محمود الخطيب هو ده اللي احنا بنقوله أن احنا ليس بإن بخطوة لأن الإدارة في النادي الأهلي مش واحد بيشتغل لوحده أو مش فترة هي اللي عملت الإنجاز لا النادي الأهلي بيسلم بعض الهدف ده أو الحلم ده بدأ الفكرة فيه سنة 92 بتتنفذ 24 مع 3 رؤساء دي مختلفين أو 4 رؤساء دي عرم مره على النادي فكل واحد بيحاول فممكن المحاولة ما تجيش فبيحاول تاني اللي بعده الفكرة هنا إسلام فكرة أن أنت ما يقستش هذا مهم جدا فأن أنت بتطبقه النهاردة وهو ده اللي بقى موجود خلاص في أرض الواقع هي دي الخطوة اللي احنا بنقول عليها أن احنا في النادي الأهلي فيه سياسة موجودة وناس كلها كل اللي بيجي في الإدارات بيمشي عليها عشان الهدف في الآخر هدف كيان مش هدف شخصي لحد بعينه أو حد من مجلس إدارة فاللي احنا بنشوفه ده ما جاش كده يا جماعة الشغل ما بيجيش بالصدفة بيجي بتعب وإخلاص وإجهاد ومجهود بيطلع في حاجات كتير قوة مش باينة للناس انت ممكن في الآخر النهاردة احنا بنتكلم من الافتتاح الأستاذ هل بقى حد خد بقى المعاناة من 92 لحد ما بقى افتتاحنا الأستاذ ده حد تشاف اللي حصل الكوليس اللي حصلت والإجراءات ما حد تشاف حاجة لكن الموافقات يعني لوحدها قص قص طبعا احنا بنتكلم في سنين نحن بنتكلم في سنة أو الأتنين نحن قعدنا ده عمر مجلس إدارة أمام حضراتكم للنادي الأهلي أجلس إدارة محترم يستحق كل التحية وكل التقدير مرة تانية نقول كل الأسماء التي تستحق هذه الاحتفالية الكبيرة الرائعة الحقيقة سواء كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الله يرحمه الأستاذ خالد مرتجي أمين السندوق في النادي الأهلي ثم الأساتذة الأستاذ طارق أنديل الأستاذ محمد الجرحي الأستاذ محمد الدماطي الأستاذ محمد الغزاوي دكتور محمد شوقي ثم بقية الأسماء الكبيرة الموجودة دكتور مهند مجدي دكتور محمد سراج أستاذ محمد الجرحي زي ما قلت لحضراتكم ثم كابتن مي عاطف مجلس إدارة محترم مجلس إدارة يستحق كل التحية وكل التهنئة على هذا الحفل حفل تتشين مشروع القرن داخل النادي الأهلي حجم